اشتركوا في القناة الحمد لله الفرد الصمت الحمد لله الذي لم يلد ولم يهلد وما له من ولد الحمد لله القديم الذي لا اول لوجوده الدائم الذي لا اخر لبقائه الملك الذي لا تدرك العقول حقيقة ذاته المنزه عن التغيير المصرف للخلائق بين رفع وخفض وبسط وقبض وإيجاد وإفناء وإماتة وإحياء وإسعاد وإشقاء سبحانه يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير لي في نوالك يا مولاي آمال من حيث لا ينفع الأهلون والمال ولم يضق بي منك العفو إن ختمت لي بالشهادة أقوال وأفعال ماذا أقول ومني كل معصية ومنك يا سيدي حلم وإمهال ومن أكون وما قدري وما عملي في يوم توضع في الميزان أعمال رباه رباه أنت الله معتمدي في كل حال إذا حالت بي الحال وصلاة وسلام على من تتعلق به الآمال وتشد إلى مسجده الرحال وبالصلاة عليه تنفرج الكروب إن أردت أن تسأل عن رائحة رسول الله فسل العطر وشذاه وإن أردت أن تسأل عن بهي طلعته فسل الصبح وضحاه وإن أردت أن تسأل عن تبتله وسكونه فسل الليل ودجاه وإن أردت أن تسأل عن عنايته ورعايته فسل ذراع الشاه وإن أردت أن تسأل عن شموخه وعظمته فسل النخل ونواه ولو سألت عنه الأرض قالت ما وطئني أحد مثل ما وطئتني قدما ولو سألت عنه السماء قالت ما استمع ندائي أحد كما استمعت إلي أذناه ولو سألت عنه الله لخاطبك لسان الأحدية ممزوج بالحقيقة المحمدية كفاه وكفاه وكفاه أن من صلى عليه صلى عليه الله اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين في يوم تكريم حرم المرحوم عبد الحليم محمد إبراهيم النجدي الحاجة مجدة حسين متولي الألفي والدة سيادة المحاسب محمد عبد الحليم محمد وشقيقة الأستاذ عادل الألفي وحماد كل من الدكتور مالك السعيد والأستاذ حسام موافي والأستاذ هيثم موافي وزوجة أخو كل من المرحوم الدكتور علي عبد الحليم رحمه الله رحمة واسعة والأستاذ محمد عبد الحليم ومعالي الدكتور أشرف عبد الحليم مذيع البرامج الدينية بالتلفزيون المصري خالص العزاء لمعالي الإعلام الكبير الدكتور أشرف عبد الحليم وللعائلة الكريمة وللعمدة إسماعيل محمد إسماعيل معنا في هذا اليوم علمان من أعلام التلاوة في مصر والعالم العربي والإسلامي معنا معالي الدكتور فضيلة الدكتور عبد الناصر حرك ملك المقامات ومحرك القلوب صاحب الصوت الشجي والصوت الندي ومعنا أيضا علم آخر وقائد التلاوات فضيلة الشيخ محمد فتحال بيبرس علمان من أعلام مصر والعالم العربي والإسلامي جاء في هذه الليلة وفي هذا اليوم الطيب من أجل إحياء هذه الليلة وهذا اليوم الطيب أسأل الله لهم التوفيق ما أجمل أن نبدأ بالقرآن فيقارئ القرآن ما أحلاك تلك المعاني عطرت دنياك من يطرى قرأ الكتاب مجودا يشدو كطير قد أتى حياك فالحمد للرحمن أول صورة سبعا مثانية لا نظير لذاك والتاج يزهو إن رأيت جماله من يطرى حاز الوقار سواك يا قارئ القرآن تلك منازل من صنع رب العرش من مولاك جعلت لمن حفظ الكتاب بحقه والله جل جلاله زكاك نبقى مع فضيلة العالم فضيلة الدكتور عبد الناصر حرك واذا يحضر TRA Styلال الحني على tenور جلال بدون سبعا ،،،،،،،،،ermo و consumًا وبعض والأهم كلا،،،،،،،،، بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله 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 الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم اشتركوا في القناة لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل وعلى نفسه اشتركوا في القناة إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين أشتركوا في القناة أشتركوا في القناة قل صدق الله 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 اشتركوا في القناة قل صدق الله اشتركوا في القناة إن أول فيك يوضع للناس للذي ببكة مباركا وهتا للعالمين صدق الله العظيم ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر كل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين ترجمة نانسي قنقر 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 مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا صدق الله العظيم مرحبا 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 مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيد من استطار إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني مرحبا مرحبا إن أول بيت وطع للناس إلى الذي ببكة وبركا مرحبا مرحبا فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا 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 المسابقة خلاص ما نتعشك خلاص يا أستاذ انت متش ارجاله وبارجاله في المجال السوطة الله يبركت انت صوتك خلاص نتقدم نتقدم سماع القراء الله يكد بارك الله فيكم معلش نتقدم مع سماع القراء السلامات والطيبات والكلام والأسلام يفحش يوعد يا شيف يوعد يا حبيبي يوعد يوعد كل واحد سكت نفسه يفحش جدا صلوا على رسول الله يجب أن يزيدوا الصلاة عليه اللهم صلي وسلم سيدة وغالك على سيدنا محمد ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم قل يا أهل الكتاب لما تغفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله وما الله بغافل عمد وما الله بغافل عمد وما تعملون وما الله بغافل عمد وما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين إيمانكم وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسول وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصر بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقلوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تفرقوا واذكروا واذكروا نعمة ضي عليكم الله حق تقاته واذكروا نعمة الله عليكم واذكروا نعمة نعمة عليكم واذكروا نعمة نعمة عليكم اذ كنتم اهداء اهداء فالله اهداء بينا قلوبكم فاصبحتم فاصبحتم بنعمتي اخوانا اهداء اهداء رسولة اهداء رسولة ببنم اهداء ببنم مرحل ببنم اهداء ببنم يا رب يا رب يا رب يا رب اكتنى اعتصموا بخبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم واعتصموا بخبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بخبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة إخوانا وكنتم على شفاح خفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته كذلك يبين الله لكم آياته كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كذلك يبين الله لكم آياته كذلك يبين الله لكم آياته كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله عظيم وَالْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّتُهِ يَدَعُونَ إِلَى الْخَيْرِ والتقن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمغرف وينهون عن المنكرون وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الباح الله وأما الذين بيضت وجوههم وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلم للعالمين وما الله يريد ظلم للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم أكرم بقوم أكرم القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرص الهدى بستانا زرعت حروف النور بين شفاههم فتضوعت مسكا يفيض بيانا رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكان سبحان من وهب الأجور لأهلها وهدى القلوب وعلم الإنسان اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همنا وغمنا وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة من صورة آل عمران تلاها علينا علم من أعلام التلاوة في مصر والعالم العربي والإسلامي فضيلة الدكتور عبد الناصر حرك في هذا اليوم الطيب في يوم تكريم الحاجة مجدة حسين متولي الألفي حرم المرحوم الحاج عبد الحليم محمد إبراهيم النجدي ووالدة المحاسب محمد عبد الحليم محمد وشقيقة الأستاذ عادل الألفي وحمات كل من الدكتور مالك السعيد والأستاذ حسام موافي والأستاذ هيثم موافي وزوجة أخو كل من المرحوم الدكتور علي عبد الحليم رحمه الله رحمة واسعة والأستاذ محمد عبد الحليم ومعالي الدكتور أشرف عبد الحليم مذيع البرامج الدينية بالتلفزيون المصري خالص العزاء للإعلامي القدير الدكتور أشرف عبد الحليم وللعمدة إسماعيل محمد إسماعيل أخواتي الكرام في رحاب الهندسة الصوتية للمهندس السيد رضا صالح والفراشة للحاج السيد سالم إدارة المهندس محمد أحمد سالم والإنارة الحديثة للحاج بولبو الأب اسماعيل والخدمة الفندقية للمتر محمد حافظ وكاميرات التصوير للمهندس محمود الملكي والمهندس أشرف حسين أنا طبعا مش عاجبني التفاعل مع القرآن مش عاجبني أن الناس بتسمع القرآن وقعدها تتكلم كلام جانبي مش عاجبني أن الناس احنا عايزين